السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك والله اذا رجعنا لكم اليوم فيديو جديد الفيديو هذا جديد خير جي بي لكم كيبورد اللي هو الهايبر اكس اللي كور ار جي بي احد الكيبوردات تعتبر يعني نقول متوسطة الى مرتفعة فيها ار جي بي طبعا الكيبورد راح نسوي له بمكسك باذلالله راح نفتح الصندوق الكيبورد هذا جديد خير من هايبر اكس هي الدعم يعني الار جي بي يعني طبعا ما فيه نظام لكن عن طريق الكيبورد تتحكم عن كل شي برضو ما هو ميكانيكي للأسف وبرضو انه يدعم تتحمل عرشات الموايا زي ما يقولون يعني لو ينكب عليه الشيء نقول ان شاء الله ما راح يجي شيء الان راح نطالع من الكرتون جماعة الخير زي ما تشوفونا المقتنية نجمع بس فقط اوراق اللي هي هذه الاشياء تدعمها الهايبر اكس من برامجها مثلا برضو ومعطينيك شكر انك شرعت الكيبورد ومعطينيك المانوالز وهذه الاشياء حق حيبر ركس اغراضه هم الجديدة طبعا زي ما تشوفون وهذا المانوالز يعني اللي ما حدي اغراضه الكيبورد جمعة الخير جدا بطل صراحتان الان راح نطالع لكم الكرتون زي ما تشوفون مصنوع كامل بالبلاستيك لكن جدا جدا رائع الخامل مصنوع منها طبعا زي ما تشوفون مغلب تغليف يا رجل كأنه كيبورد بثالاف ريالي ما شاء الله الكيبورد جمعة الخير زي ما قلنا ما هو ميكانيكي لكن كأنه ميكانيكي يدعم من ناحية الازرار انه في قفل الويندوز عشان لو بغيت تلعب ما تطلع وانت تضغط على انت الويندوز بالخطأ وارضو الشريط هذي جي ال اي دي كامل راح نسترده لكم باذن الله زي ما تشوفون المقبس هنا يو اس بي واحد معنا مو زي اي الكبردة الثانية وبرضو الكيبل عندنا جاي زي اي قماش عشان يقاوم القطع مع فترة استخدام طويلة راح يخدمك بشكل جدا ممتاز برضو عندنا الازرار هذي الزرار التحكم بالانوار وزر قفل الويندوز وزر علامة الويندوز هذي وبرضو تغيير المودات والاضاءة فشي ممتاز جدا وعندنا هنا زرار الميديا اللي يتحكم بالصوت رفو وخف وتشغيل الفيديو ويقافه او تقديم وترجيع تنفعك وقت الافلام ووقت الموسيقى ووقت القرآن اللي هو تشغل عندك الكيبورد برضو راح نستعرض لكم بإذن الله برنامجة رجي بي بعد شوي او فكتة رجي بي هذا هو الكيبورد جماعة الخير طبعا فل سايز يعتبر الكيبورد شكله جدا حلو سراحة الارجي بي حقه ماهم مزعجة العين برضو تتركب المودات اللي انت بيها هذا هو الكيبورد جماعة الخير زي ما تشوفون هذا راح نستعرض لكم الان المودات هذا الان رفع اضاءة واخفضها وقدر طفل من نفس زر الكيبورد نغير هنا المودات نخلي الريثين او نخلي اي مود ثاني وهو ممكن نخلي الريمبو هنا نطفل الكيبورد طبعا تكرت الكيبورد له 3 ضغطات اللي هي إضاءة خفيفة وإضاءة قوية وطفل إضاءة كامل هذا الان حطيت الريمبو طبعا يتحرك لكن كل ضغطه سيكون أسرع هذا القفل حق الويندوز لو كنت تلعب العابة حين تضغط علمت الويندوز يطلعك من اللعبة زي ما تشوفون الكيبورد جدا 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 جميل حتى الملمس حقه جدا ناعم فسراحة شي يعني تقريبا مقابل 50 دولار يعتبر جدا بطل وينفع كبداية في عالم البي سي أو أكثر من كافه يعني يخدمك عمر طويل بإذن الله لأنه شركة معروفة ولا فيها أي شيء يخرب هذا هو إضاءة الكيبورد في الليل أعتذر على إضاءة صاطع شوي لأن ما شاء الله زي ما تشوفون أحاول أقل الإضاءة بعد شوي زي ما تشوفون الكيبورد يجي فيه تقريبا من يعني أدرسه رجي بيهو لكن تقول تقريبا إلى 9 ألوان موجودة في الكيبورد وشيء ممتاز هذا هو إضاءة وارفعها وإخفتها فصراحة شيء جدا حلو برضو زي ما تشوفون هنا فيه تقريبا ما يقارب أربع مودات لكن أتوقع تقضي عليها أكثر عن طريق الإنترنت هذا شكل الكيبورد جاءت أخير من نظره عايز نقولون على الجنب نعم على الستاب طالع صراحة طالع شكله جدا حلو تتناسق مع الوان الكيس فصار شكله جبار صراحة إضاءته قريبة جدا من إضاءة الريزر اللي هو Black Widow طبعا زي ما قلت لكم ما هو ميكانيكي لكن شبه ميكانيكي يعطيك حساس الميكانيكي لكن يفي بلغة رضعك بداية برضو زي ما تشوفون طبعة هايبر اكس أو شعار هايبر اكس يعطيه شكل جمالي وحق لك تفتخري هايبر اكس صراحة بشعار هذا حلو مرة طبعا كيبورد كامل بلاستيك زي ما قلنا هذه الأنوار الارجي بي او الريمبو ار جي بي اللي راح تكون على شكل ويف او على شكل موجات تتغير فيها الوان مثل اي كيبورد ثاني برضو الآن راح أريكم الستاند حقها اللي هو تجدت لو بغيت مثلا ما تبغوا الكيبورد تكون على الأرض راح يكون فيه زي الستاند يعني يرفع لك الكيبورد لو تبغي تغير وضعية الكيبورد فشي حلو صراحة حتى عملي جدا تحسوه متماسك مرة طبعا نفتح من الجهة من الجهة الثانية وفتحته لكن بشكل عام راح يفي بالغرب زي ما شوفوا على الجن فيه زي الكربون فايبر وانا اخليكم تسمعون صوت الكيبورد اللي بيسمع صوته طيب هذا بعد ما اسمع صوت الكيبورد جماعة الخير وهذا اكثر شي نقول عن الكيبورد او كل شي عن الكيبورد نوعا ما زي ما تقولون هذا اللي قدرت افيد فيه جماعة الخير اهم نقاط موجود في الكيبورد انه ضد الماء او مقاوم للماء الكابسلات حقته ما هي ميكانيكية عادية جدا برضو عندكم الوان فيها رجي بي هذي زي الريمبو تحكم فيها طريقة ازرار وفي ازرار الميديا لكثير من الكيبوردات تفتقر للميزة هذي برضو قيمته خمسين دولار تحصلها على امازون او نيو اينك فسعره جدا ممتاز هل انصح لكيبورد هذا؟ انصح به بشدة لان سعره منخفضي يعتبر من ناحية كيبورد من هايبر اكس ورضو شكله جدا جميل وعمره افتراضي جدا طويل فإلى هنا جهة الخير خلص الفيديو حقنا يعطيكم الفعافية على مشاهدة لا تنسى تسوي لايك سبسكرايب وشير تشترك بالقناة اذا ما اشترك في المعنى ودعمنا يا حبيبنا قربنا نوصل ثلاث الاف مشترك ما بقى شي ان شاء الله باقي اقل من خمسمية وباقي خمسمية تقريبا فالهمة بدعمكم جماعة الخير انا ما بطول الفيديو اكثر من كده لاني احسه جدا طول الفيديو يعطيكم الفعافية على استماعكم وعلى مشاهدتكم الفيديو الى هنا كان معكم باسم لا تنسوا من الدعم من السبسكرايب والشير واللايك وارضو عندكم رابط الاسستجرام ورابط الدونيشن تحت اذا كنت بتدعم يأطيكم الفعافية ولا بطول الفيديو اكثر من كده سبحانك الله بحمدك اشهد ان لا الى اهلا استغفرك واتوب اليك و الى اللقاء